أعلنت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار في إطار مشروع لاستجابة الطريقة لتصدي لجياحة كورونا وذلك لدعم جهود الحكومة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأوضحت المشاط في بيان أن هذا الاتفاق يعكس توجه الحكومة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين ضمن المنظومة مشيرة إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة كافة أوجه التفاوت القائم حاليا في تقديم الخدمات الصحية